بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليماً كثيراً، أحبتي في الله أولاً كل عام وأنتم بخير، هذا الشهر الفضيل هناك أشياء معظمنا لا ينتبه لها قد تكون سبباً في إبطالي أو إفساد صيامي صيامك في خطر إذا لم تتبع هذه التعليمات الحقيقة أيها الأحبة، معظمنا يمر به شهر الصيام دون أن يغير أي شيء في نفسه والله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ينبغي عليك أن تبدأ منذ هذه اللحظة تستغل هذا الشهر الفضيل لتغير ما بنفسك حتى تتغير أحوالك إذا كان رزقك ضيق سيتغير بإذن الله نحو الأفضل ولكن بشرط أن تغير نفسك أولاً إذا كان لديك مشاكل وهموم وأحزان وأمراض وأمور تستعصي عن الحل أو العلاج عليك أن تغير ما بنفسك حتى يغير الله ما بحالك تذكر دائماً في هذا الشهر الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم القضية الأولى أيها الأحبة وهي خطيرة جداً على الصيام قضية النظر إلى المحرمات معظمنا لا ينتبه لها يمر هذا الشهر الفضيل ولا ينتبه لهذه القضية المهمة ينبغي أن تحدث تغييراً في هذه العادة السيئة هذا السلوك السيء النظر إلى الأفلام التي فيها أشياء محرمة مناظر محرمة بعض المسلسلات في الشارع تنظر إلى إمرأة جميلة أو فاتنة كل هذا هذه الأمور تسبب مشاكل لك في الصيام تسبب ذهاب لحسناتك لأن هذه السيئات التي تقوم بها تأكل الحسنات أكلاً وبالتالي تخرج في نهاية الشهر لا تستفيد شيئاً من هذا الصيام ولا تستفيد شيئاً من هذه المناسبة العظيمة شهر رمضان فينبغي أخي الحبيب أن تنتبه لقضية النظر إلى المحرمات إن ومنذ هذه اللحظة قل أنا إن شاء الله سأغتنم هذا الشهر وهذه المناسبة لكي أمتنع تماماً عن النظر إلى ما حرم الله لكي يحبني الله سبحانه وتعالى ورسوله لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينظر إلى امرأة ولم تمس يده يد امرأة لا تحل له أبداً فهذا النبي هو قدوتنا لذلك الله عز وجل لم يقل لنا لا تنظروا إلى النساء لم يقل لنا غضوا من أبصاركم لا ماذا قال عز وجل قل للمؤمنين أراد أن يبلغك هذه الآية من خلال حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام لتتذكر وكأن النبي هو الذي يخاطبك قل يا محمد للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فكأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يخاطبك أخي الحبيب ويقول لك غض من بصرك لماذا؟ ذلك أزكى لهم النبي يريد لك الحياة الزكية الحياة الخالية من المشاكل والهموم النظر إلى النساء أخي الحبيب بما حرم الله يفقد ثقة الناس بك والدراسة التي تحدثنا عنها مؤخرا التي قامت بها جامعة كامبرج أن النظر إلى الأفلام الإباحية والمرأة الفاتنة يحرض هنا في الدماغ إفراز مواد تشبه المواد التي يفرزها مدمن المخدرات لذلك قالوا أن النظر إلى الأفلام الإباحية يشبه الإدمان على المخدرات فهذه عادة سيئة جداً طبياً ونفسياً وإيمانياً وتؤثر على صيامك القضية الثانية أيها الأحبة التي لا نلتفت لها معظمنا يعتبر أن شهر الصيام هو مناسب للمأكولات والإسراف سواء في الأكل أو في الطعام أو في غير ذلك أنا أريد أن أذكرك أخي الحبيب بعادة سيئة ينبغي أن تنوي الآن وتستغل هذه الفرصة لتغيير هذه العادة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا القضية لو كانت فقط هكذا يمكن أن نقول يعني مقبولة يعني ممكن أن تسرف ولكن انظر إلى تتمة الآية الكريمة أنت عندما تسرف في الطعام يجب أن تتذكر أن الله لا يحبك أنك خرجت خارج دائرة محبة هذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى لذلك قال عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فتذكر كلما أردت أن تسرف في الطعام أو الشرب تذكر أن الله لا يحب المسرفين فأنت تخرج خارج دائرة محبة الله سبحانه وتعالى والذي يخرج خارج هذه الدائرة حياته تعيسة حقيقة الإسراف في الطعام والشراب له نتائج كارثية على الصحة أيها الأحبة معظم أمراض العصر الأمراض المزمنة ضغط الدم والسكري وأمراض القلب تصلب الشرعين وغير ذلك والبدانة سببها الإسراف في الطعام والشراب بمجرد أن تقلل كمية الطعام ستقي نفسك من أمراض قد تصيبك في المستقبل وإذا كان لديك أمراض مثلا وزن زائد سكري وضغط وغير ذلك ومشاكل في القلب وحتى في العمود الفقري والعظام الإقلال من الطعام والشراب مفيد جدا لعلاج هذه الأمراض حسب جامعات عالمية تؤكد هذه الحقيقة لذلك منذ هذه اللحظة قل أنا سأنتهي عن الإسراف وسأترك هذه العادة السيئة وسأبدأ أستمتع بالطعام كما أراده الله لي الله لا يريد لنا إلا الخير لذلك قال إنه لا يحب المسرفين قضية الثالثة أيها الأحبة وهي قضية قل ما نجد من يتذكرها في هذا الشهر الفضيل قضية الربا الله عز وجل يخاطبني ويخاطبك ويقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم اعتبر الربا كفر وهذا العصر الذي نعيشه اليوم أيها الأحبة ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأكل الربا أصابه غباره فلذلك كن حريصا على الابتعاد عن المصدر الحرام للرزق عن الربا فأطم مطعمك ومشربك لتكون مستجاب الدعوة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فاستجابة الدعوة أخي الحبيب من شروطها الأساسية الرزق الحلال وبالتالي موضوع الربا وما يتعلق به لا تظن أنه لمصلحتك بل هو يدمر صيامك ويدمر صلاتك ويدمر حياتك لماذا؟ الله عز وجل لم يعلن الحرب على أحد إلا على واحد في القرآن كله فأذنوا بحرب فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله على من شن الله هذه الحرب على آكل الربا لذلك أخي الحبيب بكل مودة ومحبة يعني أرجو أن تعتبر هذا الشهر مناسبة كريمة لتغير هذا السلوك السيء وهذه العادات السلاسة أو الأوامر التي أمرنا الله بها ينبغي أن تمتثل لها تنتهي فوراً عن النظر إلى ما حرم الله ابتعد عن كل شيء حرمه الله واستبدله بما أحله الله تستطيع أن تشاهد على اليوتيوب مقطع فيه نساء وفيه موسيقى وفيه أشياء وتستطيع أن تستبدله بمقطع علمي أو مقطع فيه موعظة أو مقطع فيه قرآن كريم آيات الله سبحانه وتعالى الشيء الثاني ابتعد عن الإسراف في الطعام والشراب لتحيا حياة طيبة مطمئنة وتكسب محبة الله وتذكر إنه لا يحب المسرفين كلما دعتك نفسك للإسراف تذكر قل إنه لا يحب المسرفين فتكون هذه الآية وسيلة تبعدك عن موضوع الإسراف في الطعام والشراب وهي أيضا قضية اقتصادية يعني فيها توفير والقضية الأخيرة موضوع الربا كما قلت لكم ينبغي أن تبتعد عن الربا تماما وتعتبر هذا الشهر هو بداية صلح مع الله سبحانه وتعالى بداية صلح مع نفسك تقول والله أنا هذا الشهر سأعتبره مناسبة لأتوقف عن أكل الربا وتستغفر الله سبحانه وتعالى وتبدأ حياة جديدة قد يكون فيها مصاعب ولكن ستكون في مأمن من عذاب الله وستكون داخل دائرة من يحبهم الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته